اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موضوعها صورة والضحى أيها الأحبة الكرام أيها الأخوات الكريمات الهداية نعمة من الله عز وجل وهي مستويات عدة وهي عامة لكل المخلوقات ومضوعها في غاية الأهمية وفي اعتقادي أنه من المواضع الهمة التي لم تحظى بالبحث الكافي والاشتغال المطلوب وأفاقها واعدة جدا سواء على المستوى المادي أو المستوى الروحي وإدلاء مني بدلو في هذا الموضوع الهام أقول بأن الهداية هي التي نصب الله عليها الأمارات وأرسل من أجلها الكتب الرسل وأنزل الكتب والرسالات والصحف عدة أنبياء خلال قرون عديدة جدا قاموا بأدوار كبيرة جدا على مستوى تمثل الهداية بمختلف تجليتها والنبي صلى الله عليه وسلم القائد الكبير في هذا المجال أعطى لنا دروسا وعبرا في هذا المقام ولا يسعني إلا أن أنزح من هذا المعين الكبير بعض ما اسمح به المقام انطلاقا من هذه الصورة المباركة الموضيئة الوضاءة سورة والضحاء بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء وللي إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألا مجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدا وجدك عائلا فأغنى إلى هذا المقطع سيكون محور هذا الدرس في هذه الصورة أيها الأحبة الكرام والله هذه الصورة بلسم شافي ودواء لمن يبحث عن الدواء تحدد الله فيها سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بنوع من الرحمية ونوع من الأنس والله يأيش في الصدور ويتلج القلوب ويبهج النفوس ويلقي للروح إلى أفاق سامية جدا ربما تستجاوز ما هو مألوف بطبع الحال عندما يقسم الله عز وجل في هذه الصورة بالضحاء فلأن وقت الضحاء هو وقت ارتفاع وتيرة الاشتغال في المجتمعات البشرية وهو وقت الإبتكار ووقت الإبداع ووقت العمل ووقت الذروة بالنسبة للتجار والإدارة ولسائر الأنشطة التي يمارسها الإنسان فوق هذه الكرة الأرضية ولذلك يقسم الله عز وجل هنا بالضحاء لأهمية هذا الوقت كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وبنسبة للضحاء في النهار فهو وقت مهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم الله عز وجل بالضحاء فكأنه يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقامه بين الأنبياء فهو بمتابة غرة محجلة بينهم والضحاء والليل إذا سجاء كذلك الليل خلق عظيم أقسم الله عز وجل بالليل كذلك وستكون لنا دروس في هذا الموضوع ربما في المستقبل ما ودعك ربك المقسم عليه ما تركك ربك يا محمد ودون الحديث عن سبب نزول هذه الآية كما ذهبت إلى ذلك الروايات المتعددة ومختلفة ما ودعك ربك يا محمد وما تركك وما سلمك وما أهملك وما تخلى عنك وما قلى سواء على وزني رما يرمي قلى يقلي بمعنى رماك أو على وزني رضي يا يرضى بمعنى أبغطك ما ودعك ربك يا محمد وما تخلى عنك وما أبغطك خلافا لما قيل كما ورد في بعض الروايات سبب نزول هذه الآية وللآخرة خير لك من الأولى الآخرة هنا أحد أمرين إما الضار التي تقابل الدنيا وهي المعاد وهي يوم البعث وإما أن نهاية أمرك في الدعوة خير من بدايته لأن بداية الدعوة كان هو النقصان في العتد والعتد في العدد والعتد في العدد والعتد كان قيام الدولة الإسلامية الفتية في أوج عطائها هذا معنى ولا الآخرة ولا نهاية أمرك في الدعوة خير من بدايته وهذا مشاهد ومعلوم لأن الله عز وجل وعد نبيه بالنصر وقد تحقق هذا النصر ولله الحمد كانت النهاية خيرا من البداية وإذا الآخرة خير لك من الأولى وكذلك إذا فسرنا الآخرة بالدار الآخرة فإنما سيعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من العطايا في الآخرة خيرا من ما أعطيه وإن كان ما أعطيه في الدنيا القرآن وهو كنز عظيم جدا لا يقدر بثمن ولا يغالع عليه ولكن ما سيعطاه في الآخرة هو الحوض والشفاعة والمقام المحمود إلى غير ذلك من العطايا ولا سوف يعطيك ربك فضردك ما سيأتي في تناي هذه الصورة بمعنى نحن الآن أمام تزاحمين للمعاني وتزاحمين للعطايا وتزاحمين للهدايا وتزاحمين في مقام الهدايات وهذا الزخم في الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين وخاتم المرسلين وآخر رسول يرسل للبشرية والبشرية تحتاج إلى زخم من الهدايا لأن الأنشطة التي سيشهد العالم في المستقبل وربما ستكون هناك ارتياد للأجواء والفضاء ولغير ذلك كل هذا سيتطلب أن يكون مستوى الهدايا في مستوى عال جدا والله عز وجل هو الذي خلق الأقوان كلها لا يعزب عنه متقال ذرت في السماوات والقاف إذن قوله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قال تحقق والحمد لله بظهور النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وتأييته وانتشار هذا الدين في جميع الحال العالم فلذلك يقول الله عز وجل وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِكَ مِنْ الْأَوْلَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى الله عز وجل هنا بثباعة الحال لم يتحدد عن نوع العطاء قال وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ ولكن لم يحدد نوع العطاء وحتف المعمول يؤدن بالعموم وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ عَطَاءً جزيلاً لأنواعه ولا حدود لكمه ولا لكيفه فإن كنت أنت خاتم النبيين وإمام المرسلين وكان سليمان قد سأل الله عز وجل أن يابه ملكاً رب هب لي ملكاً لن ينبغي لأحد من بعدي فإنما وهبه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يفوق بكثير ما وهبه لسليمان ولا شك في ذلك لأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين ولا شك أن إمام المرسلين سيكون أكثرهم عطاءً وأكثرهم هدايةً وأكثرهم رقياً ولذلك سوف يعطيك ربك فترضى وذل ذلك على مقام الشفاعة حيث تقعس عن ما هذا المقام يوم القيامة الأنبياء ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب لطلبات المؤمنين بمختلف انتماءتهم الرسالية حتى لغير أتباعه أعداداً لعلى مقامه الكبير ولذلك هو سوف يعطيك ربك فترضى والنبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال حاشا أن يرضاه وأمته مخزولة ولذلك ينبغي أيها أحبة الكرام أيها أخوة الكلمات أن نكون في هذا السياق وأن نكون في هذا الانتظار في مقام هذا الانتظار النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال ينتظر منا شيئاً كتيراً ينتظر منا وأن نكون في مستوان ربما يتجاوز مستويات الأمم السابقة في جميع المقامات في جميع المستويات وفي شتى الأصعيدة ولذلك مسؤوليتنا ربما تفوق مسؤولية الأمم السابقة ولذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورضى في بعض الروايات قال لن أرضى وواحي من أمة في النار لا يهمنا يعني درجة هذا الحديد ولا التدقيق لأن معناه مقبول كما قال عبد الله بن المبارك إذا وجدت الحديد يناقض المنقول أو يناقض المعقول فأعلم بأنه موضوع وهذا الحديد هو يتطابق مع المعقول ومع المنقول ولذلك فهو من صميم هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرضى وواحد من أمته في النار ولذلك فما ينتظر منا هو أن نكون في مستوى تحت تطلعات هذا النبي الكريم أيها الأحبة الكرام في ختام هذا الدرس المختصر جدا والذي تتزاحم المعاني فيه لدرجة أنه ربما تستقلها لا تستقلها حتى الساعات الطوال ولا المحاضرات الكبيرة ولا الندوات الكثيرة لا يسعني إلا أن أطلب الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظني هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن نرزقنا شفاعته يوم التناد وشربطنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم نظمه بعدها أبدا تقبل الله منا أيها الأحبة الكرام الصيام والقيام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر